بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الخوق اجمعين اللهم امين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين اليوم سوف يكون موضوع فيديو هو تفسير رؤية النعام في المنام سوف نتعرف على اهم دلالات وتفسيرات وتقاويل رؤية النعام في المنام سواء كان منام الفتاة العزباء او المتزوجة وكذلك الحامل وايضا في منام الرجل والشاب الاعزب والبداية مع اهم تفسيرات ودلالات رؤية النعام في منام الفتاة العزباء فاذا رأت الفتاة العزباء في منامها انها تقوم بزبح نعامة او رأت زبح نعامة في منامها فان تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير ان تلك الفتاة العزباء سوف تتزوج في القريب من رجل صالح والله اعلى واعلم وايضا من تفسيرات ودلالات رؤية النعامة تجري بسرعة كبيرة في منام الفتاة العزباء ان تلك الفتاة العزباء سوف يكون لها فرصة كبيرة في تحقيق احلامها والله اعلى واعلم اما في حالة اذا مرأت الفتاة العزباء في منامها انها تقوم برقوب النعامة فان تفسير ودلالة تلك الرؤية ايضا يكون ان هذه الفتاة قد اقترب موعد زواجها والله اعلى واعلم وقد يكون ايضا لرؤية النعامة في منام الفتاة العزباء دلالات اخرى مختلفة تختلف عن الزواج فقد يكون لرؤية النعامة في منام الفتاة العزباء دلالة ان تلك الفتاة مطمع من من حولها اي يطمع بها كل من حولها وكذلك قد يكون ايضا تفسير ودلالة رؤية النعامة في منام الفتاة العزباء ان تلك الفتاة العزباء قليلة الحيلة او قليلة التصرف لا تستطيع التصرف في المواقف المتعددة التي تكون بها وغالبا ما تكون هي الخاسرة والله اعلى واعلم اما في حالة اذا برأت الفتاة العزباء في منامها نعامة شديدة تطول فان تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير ان تلك الفتاة العزباء تشعر بالقوة الكبيرة بين اهلها والله اعلى واعلم هذه هي اهم التفسيرات ودلالات وتقاويل رؤية النعام في منام الفتاة العزباء اما عن تفسيرات ودلالات وتقاويل رؤية النعام في منام المتزوجة فهي كالقادي فاذا رأت السيدة المتزوجة في منامها نعامة فان تفسير ودلالة تلك الرؤية من التفسيرات المحمودة لان بها اشارة بالخير الكثير والمال الغزير الذي سوف يكون من نصيب هذه السيدة المتزوجة وكذلك يكون درؤية النعامة دلالة على ان هذه السيدة تعيش وتهنأ حياة مستقرة مع زوجها والله اعلى واعلم اما في حالة اذا ما رأت السيدة المتزوجة في منامها بيض النعام فان تفسير ودلالة تلك الرؤية في زاكا الحين يشير ان تلك السيدة سوف يكون لها حمل قريب وسوف يكون مولودها زكر وكذلك ايضا اذا رأت السيدة المتزوجة في منامها انها تقوم بتناول اكل لحم النعام فان تفسير تناول لحم النعام في المنام في زاكا الحين يشير ان تلك السيدة سوف يكون من نصبها مال كثير وسوف تحصل على اموال كثيرة باذن الله والله اعلى واعلم اما عن تفسيرات ودلالات وتقاويل رؤية النعام في منام السيدة الحامل فهي كالايه؟ فاذا رأت السيدة الحامل في منامها بيض النعام فان تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير ان هذه السيدة قد اقترب موعد ولادتها وانها سوف تلد وسوف يكون المولود انسة والله اعلى واعلم اما في حالة اذا مرأت الحامل في منامها النعام فان تفسير تلك الرؤية يكون من التفسيرات الجيدة التي بها كثير من الخير لهذه السيدة لان رؤية النعامة في منام الحامل دلالة على الصحة الجيدة التي تتمتع بها هي وجننها باذن الله والله اعلى واعلم اما في حالة اذا مرأت السيدة الحامل في منامها انها تقوم بتناول لحم النعام فان تفسير ودلالة تلك الرؤية ايضا يكون من التفسيرات المحمودة لان بها اشارة ودلالة ان تلك السيدة سوف يكون لها رزق كبير وسوف يكون لها كثير من المال وسوف تتحصل على خير كثير والله اعلى واعلم هكذا نكون قد صردنا عليكم اهم تفسيرات ودلالات وتآويل رؤية النعام في منام الحامل اما الان فسوف نسرد عليكم اهم تفسيرات وتآويل ودلالات رؤية النعام في منام الرجل والشاب الاعزب والبدء معه ففي حالة اذا ما رأى الرجل في منامه نعام في بيته فان تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير ان هذا الرجل سوف يتمتع بطول العمر وسعة الرزق والله اعلى واعلم اما في حالة اذا ما رأى الرجل في منامه نعام غاضبة فان التفسير ودلالة تلك الرؤية يكون من التفسيرات غير المحمودة لان النعام الغاضبة في تلك الرؤية تكون اشارة ورمز للازمات التي سوف يمر بها هذا الرجل صاحب المنام والله اعلى واعلم اما في حالة اذا ما رأى الشاب الاعزب في منامه نعامة فان التفسير ودلالة تلك الرؤية يكون من التفسيرات المحمودة لان بها اشارة ودلالة ان هذا الشاب الاعزب سوف يتزوج فيه القريب العاجل وسوف تكون هذه الفتاة حسنة الخلق وعلى قدر كبير من الجمال والله اعلم اما في حالة اذا ما رأى الشاب الاعزب في منامه انه يقوم بركوب نعامة فان التفسير ودلالة تلك الرؤية تشير ان هذا الشاب سوف يتزوج من فتاة فاقة الجمال والله اعلم اما في حالة اذا ما رأى الرجل في منامه انه يقوم بزبح نعامة فان تفسير ودلالة تلك الرؤية يكون بها اشارة وانظار للرأي لان تفسير زبح نعامة في المنام يدل ان هذا الرجل صاحب المنام يقوم بارتكاب السيئات او يقوم بارتكاب الزنوب وايضا من تفسيرات ودلالات تلك الرؤية ان صاحب المنام لا يستطيع تحمل المسئولية والله اعلى واعلى اما في حالة اذا ما رأى الرجل في منامه نعامة شديدة تستواد فان تفسير ودلالة تلك الرؤية في ذاك الحين يشير ان هذا الرجل يعاني من الهم والحزن وان نديه كثير من الحاقدين والحاسدين في حياته والله اعلم اما في حالة اذا ما رأى الرجل في منامه انه يقوم بشراء نعامة فان التفسير ودلالة تلك الرؤية في ذاك الحين يكون من التفسيرات والدلالات المحمودة لان دي اشارة ودلالة ان هذا الرجل صاف يستطيع تحقيق طموحه واحلامه وما يهدف اليه في حياته والله اعلى واعلم اما في حالة اذا ما رأى الرجل في منامه انه يقوم بالهروب من نعامة او ان هناك نعامة تلاحكه وهو يحاول الهرب منها فان التفسير ودلالة تلك الرؤية يشير ان هذا الرجل لديه او يوجد له امرأة تلاحكه وهو لا يريد هذه المرأة ويحاول التهرب منها وايضا قد يكون لهذه الرؤية تفسير ثاني وهذا التفسير هو ان هذا الرجل قد يتعرض لخسارة الاموال والله اعلى واعلم اما في حالة اذا ما شاهد الرجل في منامه بيض النعام فان تفسير ودلالة تلك الرؤية يشير ان هذا الرجل لديه زوجة صالحة والله اعلى واعلم